في كتب بعشرين وبخمسة وعشرين ما زالت موجودة وفي يعني أنا آسف يعني سندوتش الشاوير ما ممكن يجب لك أربع كتب يعني أو تلت كتب يعني لو الواحد يتكلم عن الغذاء برضو في الغذاء والغذاء يعني في حاجة غذاء العقل ده مهم جدا يعني وفي ناس في ناس بحقيقة فضاع في أنا أفتكر وإحنا في الجامعة كان زميل عزيز وفاضل كان اسمه أحمد عبدالعظيم وهو دلوقتي في القسم الثقافي في الأهرام كان أحمد عبدالعظيم تقريبا أيام المعرض كلها كان يسيب المحاضرات ويجي القاهرة يمشي الصبح من الزأزيق ويجي القاهرة الله ينور عليك زميلنا العزيز وإستاذ خالد السرجاني وده واحد من الناس اللي يعني تدفيرة الثقافي موجودة يعني كان خالد السرجاني ده يعني عايز أقول لحضراتكم إيه بيطبته كده ودمست خلقه وهدوقه ربنا أرحمك أستاذ خالد كواسي أنه زملائي فكروني يعني الراجل ده كان موسوعة موسوعة يعني خلينا أفتكره أفتكره فيه ومكتبته أهدوها الوزارة الثقافة ففي خالد السرجاني ده نوع من أنواع القيمة الثقافية الموجودة كان أيام المعرض ده حضرتك تلاقيه فعلا زي ما بيقول أستاذ إسلام مدير المعرض القاردة أقول الكتاب كان تبستقيه داخل بشنطة وطلع بشنطة داخل بشنطة وطلع بشنطة في شغله داخل بشنطة وطول الوقت مهموم بفكرة الكتاب يعني طول الوقت مهموم بفكرة الكتاب أفتكر زي مننا العزيز سيد محمود برضو من الناس الحقيقة أثناء المعرض وهو صديق عزيز دايما مهموم بفكرة الكتاب زي مننا عزم عبد الوهاد دايما مهموم بفكرة الكتاب اللي أنا عرفه معنا وعن قرب فكرة الهم الثقافي لا موجود فكرة إنك أنت عندك معرض فمش هتروح عشان لا لا بالعكس العكس أنا واحد من الناس هاخد أسرتي وروح المعرض وهم هشوفوا حالهم وأنا أشوف حيلي يعني أنا بشوف اهتماماتي إيه وهم اهتماماتهم إيه هم عايزين نشوفوا حاجة معينة داي عايزين شوف حاجة معينة داي عايزين شوف حاجة وهكذا يعني حتى على الأقل تاخد فكرة إنك أو تجسد فكرة إنك أنت عندك واحد من أهم القلاعة الثقافية في الوطن العربي كله في المنطقة اللي هو اسمه معرض القاهرة الدولي الكتاب وأعتقد المكان دلوقتي اختلف كتير عن أرض المعارضة لفنينة ناصر في يوم يوم للفسحة يوم للفسحة تبقى اسمها فسحة ثقافية فسحة تنشيط للعقل هيبقى بشيء كويس ومش هتخسر كتير يعني بالعكس يعني ممكن بعض الكتب زي ملاحظتكم بـ 25 عايز تشتري كتاب هي عايزة تشتري كتاب ابنك عايز تشتري كتاب وهكذا وتقضي اليوم وهتستمتع في بيزنك ترجمة نانسي قنقر